كيف أن الندوات الفكرية محتاجة برضو الكواليتي بتاعها يعلى شوية نبدأ من بادري أكتر من كي إحنا بدأنا من شهر ثمانية اللي استعدت للمعرض أنا رأيي نحن لازم نبدأ من شهر ثلاثة طيب هي المشكلة فيها فين يا دكتور؟ المشكلة فيها دايماً هو ارتباط لاحية المعرض وتشكيل جنب السنة المالية لازم يكون فيه لجنة من الزمانة عرضت على معاي الوزير الكلام ده واضعف لأطلاق يعني حاجات إجرائية يعني حاجات إجرائية لأنه حالك عشان تتصل بكاتب واخد نوبل أو واخد البوكر أو غيره هم يحتاج يعرف جدواله قبلها بسنة طبعاً في كتير من الكتاب كده فمثلاً إحنا دعينا مثلاً المفكر المصري اللي عاش في فرنسا روبيرسوليه ودعينا أميمة علوف مثلاً من لبنان وانتنين مفكرين كبار جداً والاتنين اعتذروا لسبب بسيط جداً أن الدعوة وجيت لهم في شهر أكتوبر هم محتاجين فوعدونا بأن هم موجودين في الدورة الجاية كويس أنت كده سبقت بسنة آه يعني لازم أنا من دلوقتي أعمل حسابي على السنة الجاية حابدأ أعمل فيها وبالتالي رفعنا دف يعني المفروض النهاردة يترفع للوزيرة في التوصيات الختمية التقرير النهائي للنشاط أنا بكلم عن نشاط الثقافي والفني لكن بلا شك المعرض نجح جداً على مستوى العرضين إحنا بنتكلم فيه بإمبارح المؤشرات أنا كنت قلت ده في حوار إمبارح على إحدى القنوات المؤشرات الأولية 35% زيادة في المبيعات عن السنة اللي فاتت اللي هي كانت أكتر من السنة اللي قبلها بـ 30% مشروع